أستاذ مونير بعض الناس كانوا بيقول أن الإخوان كانوا بيخططوا زي يصلوا الحكم لكن مخططوش هيعملوا إيه لما يصلوا للحكم لكن أعتقد وحضرتك توافقني في هذا الموضوع أنه كانوا مخططين وعارفين هم عايزين إيه بالضبط أعتقد أنه الإخوان ليس لديهم مشروع يعني الإخوان كانوا بيدوروا مصر كما يدورون نادي شعبي ليس لديهم مشروع وطني لكن عندهم أجندة يعني مخططين عارفين هم ينفذوا إيه بكل تأكيد لكن لو تحدثنا عن حزب سياسي الحزب السياسي ده هتلاقي عنده مشروع وعنده رؤية وعنده تصور كيف يعمل في الاقتصاد والسياسة وخلافه الإخوان عندما تقترب منهم كتنظيم كفكرة وما طرح ما طرحه خيرة الشاطر في العام 2012 وسمي مشروع النهضة هذا المشروع عندما وصل محمد مرسي إلى السلطة وجه هذا السؤال إلى خيرة الشاطر مشروع النهضة قال له مشروع النهضة ده عبارة عن أفكار تفن الأفكار ما فيش أفكار لا في أفكار ولا في تطبيق ولذلك هذا جزء من عبس هذه التنظيمات هي دائما ترفع شعارات كبيرة ليس لها علاقة بالواقع هم لديهم أجندة حقيقية هي الأجندة متعلقة بفكرة الاستحواز على البلد فكرة أن نحكم هذا الوطن كما نفهم الدين أو وفق تصوراتنا الدينية اللي هي في الغالب غير صحيحة لكن لما تيجي تدور على مشروع وطني أو رؤية لدى هؤلاء لا يمكن أن تجد هذه الرؤية ولذلك البعض كان ينادي في وقت سابق الإخوان مش حزب الكلام ده ما قبل 2011 طب قوة سياسية طب نتعامل مع ما هي قوة سياسية تعال أقرب من القوة السياسية دي يغيب عنها مفهوم الوطن هي دائما تسعى إلى فكرة الاستحواز إلى فكرة التشويه لديها قدر كبير من الكراهية وهذه الكراهية يمكن أن تقضي على كل شيء يعني أنا لما كنا أنا حزب سياسي وبتعامل مع سلطة وفي مجموعة عذاب سياسية فكرة الكراهية لابد أن تغيب بل إذا وجدت الكراهية لابد أن يحاسب من يحمل هذه الكراهية أو على الأقل يعمل من خلالها فالإخوان لهم حزب سياسي ولهم قوة سياسية ولهم عندهم مشروع بل هو تنظيم متطرف لدي اجتهادات ورؤى فقهية كما فهمها من الدين وهو فهم خاطئ بكل تأكيد ولذلك كما قال سيد قدب هذه عبارة يعني نحملها من سيد قدب أو ننسبها إلى سيد قدب وقد قالها سيد قدب أن الوطن ما هو إلا طراب النجس فهو هو مش شايف قيمة للوطن بالضبط يعني هم ما كانوا شايفين قيمة للوطن عشان كي كان فيه كلام دايما عن الخلافة الكبرى أو الخلافة الإسلامية بسقوط الهوية أو هوية الدولة وهي الهوية المصرية إيه كان المخطط بقى طويل المدى